بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى دايماً عندنا جليس بنحبه جليس بنشط حياتنا ويخلي حياتنا مليئة بالنور والبركة وده وقت بيخلينا حسين بيزوتنا حسين بأن احنا وثقين لما بيغيب عندنا بيحس أن احنا عندنا مشكلة الجليس ده حضرت النبي بيحبه وإحنا لازم نعيشه الجليس ده دايماً أنه لو موجود عند حد بيحس بأنه رجل من أهل الثبات من أهل الإخلاص من أهل الثقة بالله الجليس ده كل ما موسم بيمر علينا من مواسم الخير والبركة زي ما مر علينا موسم رمضان بنبقى محتاجين جداً جداً الجليس ده نقعد معاه ونتعامل معاه الجليس ده هو جليس الإيه؟ جليس المدومة إزاي إحنا نبقى من أهل المدومة؟ حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير العمل أدومه وإنقله لازم نفهم هنا أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقول لناش قللوا العمل وإيه دوموا عليه ماش كده خالص هذا الحديث جاء ليجعل المدومة قيمة هذا الحديث جاء على المدومة إيه؟ قيمة ليه؟ خير العملي يعني المفروض اللغة العربية بتقول لنا أن خير ده أفعل تفضيل إيه اللي حصل؟ حزف الألف حزفة الهمزة منه لكسرة الإيه؟ لكسرة الاستعمال زي شر وخير خير يعني أخير يعني أفضل العمل إيه؟ أدومه هي دي هو ده حديث رسول الله عليه الصلاة هو ده المعنى كلمة وإنقل عايز يقول لك أني الخيرية في المدومة مطلقة يعني الخيرية في المدومة إيه؟ مطلقة ليست الخيرية في المدومة في الأعمال الكبيرة لا تستمر الخيرية في المدومة حتى في الأعمال الصغيرة يبقى العمل الصغير ممكن يبقى أفضل من عمل كبير لو أنه كان دائما يعني الأعمال الصغيرة اللي احنا ناو عملناها هتدوم يبقى دي أفضل من الأعمال غير الدائمة ليه 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 الأعمال اللي احنا بنداوم عليها بتكون لأن الإنسان لا يداوم على الأعمال إلا لو أنه تيقن من أنه في حضرة الجمال اللي هي حضرة مين حضرة المولى المتعال حضرة الله يبقى الإنسان ما بيدومش إلا إذا كان عارف أنه هو في حضرة مولاه لا يجي بقى يشتكننا من إيه اللي تهم ولا عدم موجود نية ولا عدم موجود غاية هو في حضرة مولاه فحاسس دايماً أنه هو في مدد فلذلك اللي حصل يقدر يستمر في الطريق اللهم أنت الصاحب في السفر فيستمر في السير إلى الله وعشان كده الصحابة كان عندهم حاجة اسمها أنا أحب أسميها كده وياريت المصطلح دايب في حياتنا في حاجة اسمها إدارة العبادة إدارة الايه؟ العبادة يعني العبادة مش إرادة بس دي إدارة جبت منين الكلام ده؟ يقولك الصلاة إنما الأعمال وبالنيات الأعمال بقى محتاجة إيه؟ إدارة تبنيات دي إرادة يما ما فيش إدارة ما فيش إرادة تنفصل عن الإدارة يبقى إحنا لازم نعمل إيه؟ نعمل إدارة للعبادة يعني إيه إدارة للعبادة؟ أفضل نموذج لإدارة العبادة هو اللي تعلمه الصحابة من حضرة النبي تعلمهن حضرة النبي إيه؟ تعلمهن حضرة النبي إن العبد يظل قلبه متعلق فقالوا إيه؟ طب نعمل إيه بقى؟ تعالوا نعمل حاجة لطيفة قوي نعمل إيه؟ نعمل حاجة اسمها إدارة الزكرة وصناعة الزكرة يعني ايه ادارة الزكرة لان ايه لان الذكرة تنفع المؤمنين يبقى الذكرة تنفع المؤمنين يعني ايه يعني فيه ادارة للعبادة فين ادارة العبادة تعالوا نشوف رمضان مش احنا بنتشكة دلوقتي ان احنا رمضان عدى وابتدت الامور ايه اللي حاصل يحصل كتير يحصل عند بعض الناس انتكاسات ما انا على فكرة في الجليس ده انا ما بجيبش الجليس اللي هو ملوش دعوه في حياتنا احنا بنجيب الجليس اللي هو احنا محتاجينه في حياتنا احنا ممكن نتكلم عن اشياء كثيرة جدا جدا انا كنا انا بتكلم عننا احنا بتكلم عن قلوبنا منتكلم عن حقيقتنا منتكلم عن احتياجاتنا لان خيركم انفعكم للناس احنا عايزين شيء ينفعنا وعشان كده شوف الصحابة ازاي اداروا العبادة بتاعتهم ست وشر عمليه الصحابة ست وشر عاشة الصحابة في ذكرى ذكرى ايه؟ ذكرى رمضان ست وشر عاديين يتزفاقوا حلاوة رمضان عاديين يعيشوا في نفحات رمضان ايه ده؟ هم الصحابة ما كانوش فاهمين ان الذكرى دي فكرة قال لا الذكرى ليست فكرة ولكن الذكرى حياة الذكرى مالها حياة والدليل على ذلك ان احضت ان الله سبحانه يقول الذكرى تنفع المؤمنين طب تنفع المؤمنين ليه؟ تنفع المؤمنين في افكاره؟ لا تنفع المؤمنين في حاتهم وعشان كده في قوله تعالى ايه؟ وذكرهم بأيام الله يبقى بما ان الذكرى حياة يبقى الذكرى لها ايام ايام يعني ايه؟ ليه ذكرهم بأيام الله؟ ان ايام الله تستطيع ان تعيش بها فالصحابة عاشوا بالذكرى ستة اشهر عاشوا بذكرى رمضان ثم تشوقوا للذكرى ستة اشهر ايه ده؟ يبقى الصحابة كده اداروا الحياة ايه اللي حاصل؟ اداروا الاستثمار ثم بعد الاستثمار هو ماذا؟ الانتظار فبمين الانتظار والاستثمار الصحابة عملوا ايه؟ عملوا حاجة تانية وذلك رمضان ما كانش عند الصحابة زمان ده رمضان كان عند الصحابة ايه؟ رمضان عند الصحابة معنى ده المعنى اللي خلى رمضان تجاوز الزمان آه يعني الذكرى مش هتبقى حياة غير لما المعنى يتجاوز الزمان فرمضان يتجاوز الزمان يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى ودائما نقول لأحبابي كده من حصر العبادة في الزمان فقد اساء الأدب مع الرحمن ازاي كده جبت الكلام ده من ايه؟ لان عايز تسوي الأدب مع ربنا تخلي الصلاة توقف عند باب المسجد ان الصلاة تتنعن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر ايه ده؟ يبقى الصلاة وعشان كده تفهم قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يبقى الصلاة والنسك اللي هو الحج والصلاة متجاوزين فكرة ايه؟ متجاوزين فكرة الايه؟ فكرة فقط الصلاة في المسجد او العبادة في قرل الحجاز لا ده في الحياة كلها الصلاة تجدد لك العلاقة بالحياة والحج يجدد لك العلاقة بالممات او قول ان الصلاة بتجدد لك العلاقة بالمحيا والممات واقول ان النسك للحج يجدد لك العلاقة بالممات حاجة جبيلة عظيمة جدا شبكة بتخلي العبادات عندنا حياة تانية وساعت الواحد يعيش بالحج ولما قالوله يا حج هم عايزين يقولولي عيش بكونك حج ولما قالوله انت شخص بتصلي يعني عيش بصلاتك في الحياة دايما انماط الناس مع العبادات بيكونوا ثلاث انماط عشان نعرف ازاي هيحصل المدومة ففي نماط اسمه نماط الفائزين دول اللي اجتهدوا وزي الناس اللي صلوا في رمضان وصاموا وصوامهم اثر في قلوبهم وخلى قلوبهم بقت اخف وبقت ارق وبقت انور وبقت انضف وبقت اطهر وناس اقاموا الصلاة فبقوا منورين ومتعلقين ومتشوقين وناس تصدقوا فبقوا حسين بالبركة في حياتهم الفائزين ده نماط مين الفائزين النماط التاني اسمه نماط المكسورين المكسورين دولا اللي هم ايه اهل التقصير اهل التقصير دولا اللي هم ايه اللي حاصل الناس لا المكسورين دولا اللي هم ايه اهل المعاصر واهل الزنوب ده اللي بينادع لهم ولنا سبحانه تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمة الله ده اللي ايه اللي حصل عد رمضان وما حسش به حسش به يعني ايه ما عندوش زكرة في رمضان ما عندوش ساعة كده عشعة مع الله فقلبه تنور وتعلق بالله ما عندوش النمط التالت نمط المقصرين بقى ايه نمط المقصرين اللي مشوا على سطر وسبوسط اللي عندهم عجز وعندهم ايه وعندهم تقصير ما فهمش ما عندهمش تمام التالت أنمط دولة ازاي هو في نمط واحد منهم بس هو اللي يقدر يكون الزكرة عندو حياة ابدا التلاتة لازم يتساوف في مسألة صناعة الزكرة انا عايز اقول لكم حاجة حتى والله في الحياة الزوجية يعني اتعلمت في الحياة الزوجية من العبادة ان انا لو كنت عايز حياة الزوجية تبقى سعيدة لازم ابع عندي ذكريات لازم اكون من اهل الزكرة الذكرة تنفع المؤمنين مش بس في العلاقة بين رب العالمين بالعلاقة بينهم وبين نفسهم بالعلاقة بينهم وبين الناس بالعلاقة اللي ما بينهم وبين ربهم وعشان كده الذكرة تنفع المؤمنين ازاي الذكرة تتحول الى حياة الذكرة بقى رمضان رمضان و جمال و جمال اللي ابتهلات و جمال و جمال الصلوات و جمال تلاوة القرآن و المصاحف بمنورة و القلوب و القلوب اللي مليانة طيبة و الناس لما بتسكن كده و الناس انا بتكلم عن الناس اللي فاز و اللي فهموا يعني ايه رمضان ده اعمل ايه بقى عشان رمضان ده ايه وصبح ايه مش بس رمضان رمضان الصلاة الصدقة الكلمة الحلوة جبر الخاطر كل الحاجات ازاي نداوم قال له عشان تداوم فيه ربعية كده تجاه انه بتدخل العبادة في ايه في بيت عشان يعيش في بيت عشان ايه يعيش بها الانسان ايه الاربع حاجات دولا نحفظه التشوق والتعلق والتخلق والتحق ايه يا أم الاربعه تاني التشوق يعني ايه التشوق يا راجل ينفع ان انت ما تشتقش الرمضان ينفع ان انت ما تشتقش المساجد التشوق يعني ايه تشوف جمال واصل ربنا الصلاة وصلتهم بين العبد وربي فتتشوق للصلة تبقى حيش الصلاة كده تتشوق بيها تروح للصلة و حاضر النبي كان يتشوق للصلة ايه اللي حاصل شوف حاضر النبي يقول ايه رحنا بالصلة يا بل挑ه وكانه منتظر ولذلك إيه لحصل الناس لما بيتشوقوا للعبادة يحصل لهم حاجات غريبة قوي لما يتشوق للعبادة ساعات يحس بإن الأدان قدن وهو لسه ما أدنش متشوق إنه هو يصلي متشوق متعلق قلبه بالمحبة متشوق متشوق زي ما حضرت النبي قال اشتقتوا لأحبابي قال قوم أمانوا بي ولم يرون الناس لسه ما جوش فمتشوق لهم حضرت النبي وبعدين تعلمت حاجة قوي من تشوق اللي بيتشوق للعبادة واللي بيتشوق لله سبحانه وتعالى ويصنع الذكرى الاتشوق ده لازم يكون في حاجة تدفعك إن انت تعيش بالذكرى والذكرى تتحول إلى حياة إن انت تتشوق بعد ما فعلت العمل إنك تتشوق للعمل التالي وزيكم قالوا إيه من علامة التوفيق أن إيه الطاعة بعد الطاعة طيب الطاعة دي ما بعد الطاعة المحتاجة إيه تشوق طيب أهم حاجة في الطاعة هو إيه أهم حاجة عشان تتشوق سواء كنت من الفائزين سواء كنت من المكسورين سواء كنت من المقصرين أن أنت تعمل إيه؟ تتيقن من دوام مدد رب العالمين أنا متشوق للمدد الجديد إن لله في أيام دهركم لنفحات لو كنت فائز أن تدلقت الحلاوة فمتشوق لمزيد من الحلاوة لإن شكرتم لأزيد أنكم منتظر الزيادة لو كنت مكسور إيه اللي حاصل؟ تعرف أني ربنا جعل إن لله في أيام دهركم لنفحات عايز إيه؟ إيه اللي حاصل لربما ذلك المكسور يجبره الله سبحانه وتعالى فيعطيه ما لم يعطي للطائعين يا واسع ربنا واسع فإلا حاصل يتشوق الإنسان فيتشوق بقى للفرصة الجاية لو كان من المكسورين أو كان من المقصرين بقى يتشوق إنه يتمم بعد ما أيه؟ مقصر آه التشوق طيب التشوق إن أنت تعمل إيه؟ تشعل على قلبك بالشوق للنظر إلى وجه الله تعرف إن اللي بيعطيك التوفيق في العبادة هو الله فتبقى متشوق إن أنت تكون بينادل الله محتاج مولاك عايز تبقى مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاكر الصحابة لما قال لهم قلوا لي حاجة تشوقنا إلى الجنة فقال لهم فيها رسول الله ومن أكتر الحاجات التي تتشوقك إن أنت تشتقد إن أنت تكون مع حضرة النبي صايم مع حضرة النبي قائم مع حضرة النبي مع عمالنا بتعرض على حضرة النبي فتتشوق ثاني حاجة بقى تتعلق تتعلق يعني إيه؟ مش بس إن تبقى عندك إحساس ومشاعر بداخلك وإحساس بإنك أنت محتاج أن تذهب إلى العبادة ومحتاج أن أنت تدوم عنها لا تتعلق بقى قلبك يتعلق يعني إيه يتعلق؟ يعني تشعر بأن العبادة نجاتك تشعر أن العبادة نجاه فتتعلق بها تعلق الماذا؟ الهالك الذي يتعلق بإيه؟ بتوقي النجاة شوف حضرة النبي أرحنا بالصلاة يا بلاك والرسول الله سلم يقول ورجل قلبه معلق بالمساجد متعلق يعني إيه متعلق؟ هو داء الحلاوة لو كان من الفائزين متعلق بهذا الحبل مش هيسيبه طب واحد إيه اللي حصل؟ حصل له تشوق وهو مقصر وهو متعلق بيقول لربنا لا تدعني بدونك لا أجد نجاتا أنا أريدك لا تدعني لا تتركني فمتعلق وبعد كده إيه؟ التخلق بقى بعد التعلق يعمل إيه؟ التخلق إن أنا أحول العبادة دي إلى خلق أشوف المعنى اللي في العبادة إيه؟ الصيام إيه المعنى اللي في العبادة؟ الافتقار فأحول الافتقار إلى خلق يعني إيه أتخلق؟ أحوله إلى في تفاصيل حياتي أدخل المعنى اللي في العبادة في تفاصيل حياتي شوف قدم لنا نموذج القرآن قال إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر فإيه اللي يحصل؟ إيه اللي دخلوا في تفاصيل؟ إيه؟ إيه المعنى اللي أتخلق بيه واللي أتتني بيه الصلاة؟ قالك إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء إن الصلاة حجاب من نور بينك وبين الفواحش بينك وبين الأذى بينك وبين الشر فأحاول الصلاة إيه المعنى اللي في الصلاة؟ اللي الصلاة فيها حفظ يبقى أنت لما تدخل الصلاة وتخرج أنت خرج بمعنى الحفظ فأنت حاسس أن أنت في كهف الله يبقى الصلاة تدخلك في كهف الله أرحنا بالصلاة يا بيلان آه دخلت في كهف الله تبقى تنهى حاجة إيه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر وإيه اللي حصل؟ وتخليك إنسان متزن مش إنسان شاز إيه اللي حاصل تكون إنسان متزن؟ ولا ذكر الله أكبر ولا استحضار أنك في حضرة مولاك على الدوام بعد كده اللي يحصل يبدأ التخلق حولت الصلاة إلى خلق في حياتي بعد كده التحقق التحقق يعني إيه أن أتحقق بأن كل هذا كان بتوفيق الله وأن الله معي وأن الله لن يتركني وأعيش بهذه الحقيقة بأن زي ما قال كده سيدنا شعي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله آه يبقى أتحقق بقى أعيش الحقائق أعيش الحقائق إن الله أقرب إلي من نفسي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أعيش الحقائق إن الله سبحانه وتعالى أمن يجيبه المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنا متحقق بله فأتحقق فأعيش به طب إيه من الإجراءات السهلة اللي نحن ممكن نعملها وتوصلنا لده أول حاجة إن أنا أتيقن من مدد الله سبحانه وتعالى وأذكر نفسي دائما بدوام مدد الله يبقى أذكر نفسي بدوام مدد الله سبحانه وتعالى إزاي أذكر نفسي بدوام مدد الله إن أنا أذكر النعم وأجعل عشر دائق الصباح والمساء زي أذكر الصباح والمساء كده أعمل إيه أسني على مولاي بأنه دائم التنعيم لي دائم العطاء أقول له يا سيدي أعطيتني قلبا يشتاق إليك وأعطيتني روحا تهفو إليك وأعطيتني فؤادا مليئا بنظرك وأعطيتني جسدا بفضلك فيا سيدي يا من أنت غمستني في الجمال فاجعل ذلك الجمال بصيرة أرى بك أرى بها وجهك يا جميل يا سلام أثني على الله بما أنعم عليه وهو دوة اللي احنا لازم نتعوده عشان يبقى فيه ذكرة تاني حاجة إن أنا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى بماذا ألا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالعدد وبالكم ولا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى برد الفضل لكن أتعامل مع الله بتعامل العبيد إن أنا دايما أعمل إيه؟ أرى أن الله سبحانه وتعالى مش إن أنا دفعت التمن وخاصة لو كنت من آل من الفائزين ما تشاورش إن أنا دفعت تمن حاجة الله سبحانه وتعالى تفضل علي منة منه ولذلك لازم يكون عندي كل مفعل عبادة أوليه الحمد لله على التوفيق فأقول له فهذا منك وليس مني فيامن كل خير في منك فلا تمنع عني ما كان منك لسوء ما مني أقول لي ربنا كده دا لازم أعمل كده تالت حاجة بقى إن أنا أكون العبد اللي على الوعد مع الله لازم يبقى عندي عهد الله سبحانه وتعالى يقول ومن المؤمنين الرجال صدقوا مع عهد الله عليه لازم أكون على العهد والوعد اللي أنا كنت مع الله سبحانه وتعالى فأنقل العبادة إلى الحياة وأجعل كل يوم خدمة لحد من خلق الله فأجعل خدمة لخلق الله أرجو بيها واجه الله سبحانه وتعالى بالتلات حاجات دولة بالسناء على الله كل يوم عشر مرات في الصباح والمساء أسني على الله وأحمده على نعمة من النعم الحاجة التانية المهمة إن أنا كمان أكون مع الله سبحانه وتعالى وأعيد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه وفقني مع كل عبادة عشان أختم على العبادة بماذا؟ بختم النور بأنه من عند النور سبحانه وتعالى فلما أعمل كده لا عجز ويوم عن عبادة لأن أنا طول الوقت عارف إن العبادة دي والطاعة دي من عند ربنا وعارف إن مدده دائم فأول حاجة مدده دائم تاني حاجة أحمد الله على التوفيق في كل عبادة رابع تالت حاجة أحول كل عبادة إلى خدمة لعيال الله سبحانه وتعالى عشان تبقى ذكرى إذا أنا نسيت يذكرني الناس إن ده أنا عملت بنور من أنوار العبادة ووفيت بما عهدت الله عليه يا رب اجعلنا على الدوام من الذين دخلوا في قولك من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه يا رب اجعلنا على العهد والوعد وجعلنا من أهل الدوام لكي نكون في الأبرار الكرام عندك وفي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفاصل نلتقي بحضرتكم عشان نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا عشان نشارككم الإجابة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم ومعانا أسئلتكم المبركة اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسره والصفحة اللي نتلقى عليه أسئلتكم وكمان تعليقاتكم اللي بتكون مهمة جدا جدا في تطوير البرنامج وفي جعله إن شاء الله مجلس نور وبركة وكمان وصل ومحبة أول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول من حساب غدا برنامج بتقول السلام عليكم ليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليه ليه سؤال أخويا في ضيئة وكرب وعلى طول بندعي ولكن ربنا لم يستجيب للدعاء حقيقة مين قال اللي ما يستجيبش الدعاء انتوا حضركم دعيتوا دعيتوا من رؤيتكم دايما نقول لواحد كده قلوا لما تيجي تدعي انت بتدعي في حياة مسطحة ولا بتدعي في حياة مليئة بالأبعاد أقول لحضراتكم هو إيه اللي خلانا مش قادرين نشوف حل لمشكلتنا ولجأنا إلى الله إن كل ما نحلها من ناحية ممكن تبقى مش محلولها من ناحية دي ونفضل لغاية مندوخ ونقول إحنا خلاص عجزنا حد قال إن الأبعاد اللي إحنا بصينا فيه على المشكلة هي كان ده حل المشكلة بس ولا فيه أبعاد من أعرفهاش قولوا لي كده فيه أبعاد من أعرفهاش فيه حاجات من أعرفهاش الله سبحانه وتعالى رايحنا وهقلنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فربنا عالم ربنا إيه؟ ربنا عالم حضراتكم بقى عارفيني الأبعاد اللي ربنا بيحل بيعطيكم الفرج من خلالها ونزاك الله سبحانه وتعالى قال ويرزقه من حيثه لا يحتسب يعني يجي لك حل المشكلة والفرج أنت تسميه من أهول الأسباب لكن لا ده صنع على عين الله سبحانه وتعالى وصنع بتدبير الله ونصنع بمدد الله فما تقولش كده لا 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 ما تقولش كده ما تقولش اللي نيه؟ إن الحكاية كانت ايه؟ كانت بغير سبب لا ده بتدبير الله إذن إذا كنا احنا مش شايفين كل أبعاد بمشكلة ومش شايفين كل احنا نفسنا بنقول احنا عجزنا إن احنا نشوف ما فمين قالك إن ربنا ما استجابش؟ ده ربنا استجاب بس استجاب بما يجعلك يحصل لك ثلاث حاجات تتعلق بالله أكتر وتثق بالله أكتر وتحب الله أكتر قال إيه إزاي يعني؟ ما أنا اللي أنا عايزه اللي إيه؟ اللي أنا عايزه ما حصلش ولذلك الله ضمن لك الإيه؟ الإجابة تبه ينفع تطلب من ربنا وبعدين يديه لك اللي أنت عايزه فبعد كده تقول يعني يا ربنا ما كانتش قادر يزودني شوية آه يبقى ربنا نضمن لك الإجابة أن يجيبك آه نعم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا دعان مش أجيب دعوة الداعي بس إذا دعاني يعني أنت دعيت ربنا فسيعطيك على قدره لا على قدرك فإن لا حاصل؟ فربنا سبحانه وتعالى سيعطيك وأنا بقول للناس دايما حضرت النبي يقول يستجاب المرء ما لم يعجر قال وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي من ألك لم يستجبش لك؟ ده ربنا يستجاب ليك بس أنت مش شايف الإجابة قد يكون نظرك للي أنت عايزه مش بيخليك تشوف الإجابة أنا في بعض الأحيان لما بلاقيش الحاجة اللي متحقق لي أكلمكم عن نفسي حاجة مش متحقق لي أعيد النظر في الحكاية تاني فلما عيد النظر في الحكاية تاني أقول إيه ده؟ أثناء ما أنا كنت مشغول بحكتي ما ربنا إداني كيت وكيت وكيت منها مثلا؟ ربنا إداني فرصة إن أنا أعيد نظري لإحتياجي وأعدل إحتياجي وأقوى إيه ده؟ القوة دي من عندي ده أنا أصلا عايش بلا حولة ولا قوة إلا بالله ده ما أنا كنت صابر فقفة من ربنا في الانتظار ده ربنا ما كانش بخليني منتظر ده كان يعطيني الصبر وكان يعطيني القوة والجلد بلاش الطريقة دي إحنا بندعو الله عشان وبنتجنب في الدعاء حاجتين نتجنب في الدعاء إن إحنا نكون بندعى ربنا عشان نعرفه بحاجتنا وبنتجنب إن إحنا لإن ربنا عليم ألا يعلم ما الخلق وأو اللطيف والخبير وبنتجنب كمان إن إحنا نضغط على ربنا لأن اللي بيتضغط عليه ده البخيل إنما يستدر من البخيل والله كريم أم لأنا بادعي ربنا ليه أنا بادعي ربنا عبادة ليه وفي السماء رزقهم وما توعدون والوعد وربنا بيدي لك رزق وهو كريم فالرزق وياسع قول لقلبك أنا على مراد الله وبمراد الله وزود شويتين تلاتة الذكر زود الذكر زود الصراع التفرجية اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى آله وكمان زود كمان في قلبك كمان اقرأ الأشياء اللي تنور ألبك وتوسع ألبك وشوف الذكر اللي بينور ألبك وقوله وعرف أن أول ما ألبك هسكن هتتفتح عليك أبواب الفرق السؤال السؤال اللي بعد كده بيقول سلام عليكم أرجو عرض مشكلتي أنا متزوجة من سنتين ونص جوازة أنا ما كنتش راضي عنها طيب وما كنتش مسترياحة نفسيا وأهلي ضغطوا علي عشان السن 28 سنة صغيرة بالرغم كان بيتقدم ناس كتير من وجهة نظري مش مناسبين فكنت برفض برفض جوزي يسافر فترة صغيرة قبل الجواز يشتغل برة وجد كورونا وما قدرتش يسافر تاني وبقى أنه سنتين ونص ونص الجواز من غير الشغل ولا مصدر دخل أهلوا مسيطرين علي يمين يمين شمال شمال مش بيعمل حاجة غير خدمتهم ويسوق بيهم لأبسط المشاوير وأقل الطلبات ويدولوا الفتافيت يصرف منها ولدي والدتي مش مقصرين في حاجة ليا أنا عايزة يطلع يشتغل بس أبوه وإخواته بيرسموله مستقبله ويقولوا إسباري لحد ما إخواتي يشوفوا لي هو بيقول لها إسباري لحد ما إخواتي يشوفوا لي شغل تاني برا والعمر بيجري وما فيش جديد ومطلوب مني أستحمل وردي وأرضه ومقصر في بيته ومش بيشتغل ومع ذلك مش بيقعد في البيت كام ساعة على بعض يقضي مصالح البيت كله للأب والأم والأخوات إيه الحل وأعمل إيه عشان حاله يتصرح ويركز في مستقبله ورزه أول حاجة بس عشان عندنا شوية حاجات كده شوية حاجات مهمة في السؤال ده أول حاجة هو المشكلة في الحقيقة إن الزوجة شايفة إن زوجة بيته مش من أولوياته هو شايفة الأولوية في بيته هي شايفة هي شايفة صاحبة السؤال إن الأولوية ليه هو أبوه أمه إحنا في إطار معين بنقوله ما ده طبيعي إن أبوه أمه يبقى من أولوياته بس من أولوياته في إيه من أولوياته في الخير لكن من أولوياته في الصيانة من أولياته في حفظهم لكن الأولى في الرعاية هو أهل بيته لأن أول ما يسأل عنه الأمر ما استرعاه الله وربنا استرعاك مين؟ أهل بيتك وحضرت النبي علمك أن أنت تعطي لكل ذي حق حق يعني أولادك يحتاجين مدارس بأولادك تعلمهم تعلمهم يعني إيه؟ تعلمهم المناسب للبيئة اللي أنت فيها مناسب للمستوى اللي أنت فيه لكن ما يجيش أهلك يقولوا لك إيه؟ نزل أولادك عن مستوى التعليم اللي هم يتعلموه عشان إحنا محتاجين الفلوس دي وهم يحتاجين أن هم يحافظوا على مستوىهم الاجتماعي لا 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 كده أنت بتظلم كده ما بتعدلش يبقى أنت لازم تحافظ على تعليم أولادك وأهلك لازم يساعدوك في ده الأمر الثاني لازم أهلك يساعدوك أن أنت يبقى على الأقل عندك عدد من الساعات تقضيها مع أهل بيتك إحنا لو قصمنا البيت كده هو شغل 8 ساعات وساعتين مواصلات واضح أن أنت عندك عربية ساعتين أو 3 مواصلات يبقى كده 11 ساعة وست ساعات نوم يبقى كده 17-18 ساعة لو خليت اتنين لأهلك وأربعة لأولادك وهو ده العدل لأن أولادك هم اللي محتاجينك أكتر تخيل والدتك ووالدك اتربوا ولكن هم محتاجين خدمة آه تخليه ملقته لكن الوقت الأكبر لأولادك عشان دولة المعن تحتاجين يتربوا هي زوجتك مش عارفة تقولك الكلام ده بس أنا أقدر أقولك بالطريقة دي لأن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول في بعض الأحيين بس أنا أقول ده العنصر الأولاني إنه وفين الأولى الأولى بالرعاية هم بيتك زوجتك وأولادك وأهل ووالدك ووالدتك لازم تبرهم في فرق ما بين البر والرعاية اللي محتاج رعاية دلوقتي هو بيتك وهم محتاجين بر طيب أقولك كده ليه عشان أقول الحياة التانية بقى لزوجتك أنا قلت الكلام ده قلت الكلام ده للزوج أنا عايز أقولك أنت بقى المفروض أن الزوجة تفرح لما زوجة يبر أهله أنت واضح أن يبر أهله مدخلها على خط عدم الرضا عنك أنت متجوزة ومش راضية فإن اللي حاصل فمخليها في عداء بينك وبين أهله لو أنك أنت علمت جوزك وأكدت على جوزك أن يبره بأهله دي حاجة تزينه مش تشينه دي حاجة تشرفه مش حاجة تخليه شخص ناقص ولا شخص بس إيه اللي حاصل تعالى نقسم وتعالى برهم بس كمان ما تأثرش في حقنا وأنا فرحانة بيهم ولو أنت حسنتي علاقته بأهله ولذلك إحنا دايماً هنا بنقول قاعدة مهمة أولاً أن أقرب طريق لقلب جوزك أهله وبالذات النمط بتاع زوجك ده كون يعاون له على الشيطان وعاون له على نفس الأمارة بالسوق بأن أنت تحسن الأهله دي الحياة التانية حياة التالتة بأهول مهمة أن أنت لازم تغياري فكرة أن أنت متجوزة غصباً عنك ما دا هيكدرك طول حياتك طول ما عشان بعد كده إيه نفسك الأمارة بالسوق دي نابل هم والهم مش راضي بينا لا أبداً إيه اللي خليك جوازه هم فأنت لازم تغياري هذا المسلك طب أنت محتاجة دعم أهو محتاجة دعم محتاجة إرشاد الزواجي أهو محتاجة أنت وزوجك فلذلك هذا الكلام اللي أقولت لكم دي أصول للحل لكن إذا كنتم محتاجين دعم فتفضلوا إلى مركز الإرشاد الزواجي في در الإفتاق المصرية السؤال اللي بعد كده السؤال بيقول إيه يقول ما حكم حلق الشعر للرجال والسيدات السؤال ده ينفع يكون من واحد بيشتغل كوافير رجالي وحريمي أو واحد يكون بيشتغل أو واحدة بتسأل على أن ينفع أن أنا أحلق حلقة الرجالة ولا أحلق ولا رجل يطور شعره ويخليه بنفس قصة الستات أولاً لازم نعرف شوية كلام بس دار في القصة دي لو كنت أنت حلق أو لو كنت أنت كوافير فيجوز أن نحن نحلق الرجل للست فحلق الشعر بالنسبة للست أو الراجل يجوز مدام الحلق ده ما بيوصلش الشخص إلى أنه هو يبقى كأنه متشبه بالرجال أو متشبه بالنساء فيجوز وبالعكس حلق الشعر ده قد حلق الشعر ده من السنة بالنسبة للرجال والسيدات لأنه قد يكون من إكرام الشعر من إكرام الايه؟ إكرام الشعر يعني ايه من إكرام الشعر؟ من إكرام الشعر إن أنا أخليه زينة في حلق الشعر ده قد يكون زينة ولذلك المصيين دولة لوزازة قوي يعني فيهم خير كده وفيهم نور إحنا عندنا زمان كنا بنسمي الكوافير اللي اضطروا أنهم ما يسموا كمان حلق الرجالة يسموه كوافير كانوا يسموه الميزين لا بحد يقول الميزين ده يقوله إيه ده كان كلمة الميزين بتبين أن الحلقة جزء من اتباع سنة رسول الله اللي وقيه الزينة إن حلق الشعر ده تنوع من أنواع الزين فسكونا بنسأل على حلق الشعر الرجال والستات فنوع من أنواع الزينة اللي الراجل بقى اللي بيحلق لهم ده ياخد عليه ثواب ياخد عليه ثواب إن شاء الله بالشروط اللي احنا قلناها في السؤال ده إذن لابد إن احنا نفهم إن في حاجات ندار حولها حاجات كتيرة جدا جدا لأجي حد يقول لي والله إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب إن مثلا إن مرأة تترك شعر شعر وجهها يوجب عليها الشرع يوجب عليها إن هي تحلق ده كذلك حتى في الحاج الست بتقصر الشعر ليه؟ إن إن شعرها جميل فعشان كده الستات ما يقصوش قصات الرجال عشان ده يكون مكروه وأسأل الله سبحانه وتعالى إن دايما يكون يجي عنا من أهل الجمال فاصل ونكمل معكم أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل جاءنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة وعندنا سؤال بيسأل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضل حضرتك يا ريت ترد علي معموض الترند في ناس من ناقص العقل بيقولوا ما فيش حاجة اسمها شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم بدليل ما فيش حاجة في القرآن بتشير إلى هذه الشفاعة عايزة نرد عليهم بكل قوة وليه نرد عليهم بكل قوة القرآن مليء بالكلام عن الشفاعة سواء شفاعة شفاعة الناس بعضهم لبعض ومن يشفع شفاعة أي بأيزا هناك من يشفع شفاعة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أن الله الشفاعة العظمى وحديث طويل في مسألة الشفاعة من أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يمر الناس على الأنبياء جميعا حتى يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول واسألوا لي الشفاعة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن المقام المحمود فإنه لا يكون لأحد غير فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إن الشفاعة موجودة والأحاديث والآيات كثيرة ومتكاثرة في مسألة الشفاعة احنا مش محتاجين نرد على الناس بقوة قد ما احنا محتاجين إن احنا نعرف إن شفاعة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ده جمال في جمال في جمال ده من تجليات اسم الله اللطيف هم بينكروا الشفاعة ليه؟ عارف بينكروا الشفاعة ليه؟ مأزومين هم شوي مأزومين ليه؟ لأنهم مش عارفين معنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمته أصابت الكل بما فيها غير مؤمنين يعني يوم القيامة كده هو اسمه يوم القيام بس اليوم ده يخلص بعد ليه؟ بعد العصر ليه يخلص بعد العصر؟ عشان الحقيقة يعني حضرة النبي شفعت ويتخلي أهل النار اللي كانوا عيفضلوا في الشمس اللي ابتدنوا من رؤوس الخلائق وفي هذا العذاب الأليم اللي موجود في ساحة ساحة الحشر والبق في هذا الكلام فكل الناس أهل الجنة يروحوا للجنة فيتنعموا فتنانهم رحمة حضرة النبي بالشفاعة وغير المؤمنين كمان تنانهم رحمة حضرة النبي فيتخف عنهم فيروحوا إلى النار صحيح ده جزء من شفاعة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي كان رحمة للكل علموا الناس أن حضرة النبي هو اللي بيخلينا نتعامل مع الناس بمكارم الأخلاق بلاش الطريقة بتاعت أن حضرة النبي رحمته دي نحن بس حصلتش حضرة النبي رحمته نالت الكل وعشان كده لازم نعود الناس أن احنا بنعيش الرحمة المحمدية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فحضرة النبي رحمته عتنالهم في الدنيا وفي الآخرة وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جميل ورحيم في حد بيسأل سؤال بيقول بيقول محمد كمال يا ريت حضرتك تكمل البرنامج في السيرة وحب النبي وصلاة الله وسلامه عليه وعلى أهل البيت والصحابة يعني أنا بشكر حضرتك على هذا الطلب وإن شاء الله بنبحث فيه ونمشي فيه ونشاكل لحضرتك على هذا الطلب وإن شاء الله سبحانه وتعالى يخلينا دايما مع سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل البيت يا سادة احنا النهاردة كنا بنتكلم عن المدومة لازم عشان تبقى من أهل المدومة لازم تتشوق لازم تتعلق لازم تتخلق لازم تتحقق يا رب اجعلنا من المتحققين بهذه الذكرى ذكرى العبادة واجعلنا من أهل الذكر واجعلنا من المذكرون في السماء دائما أبدا بأن نعيش من أننا من أهل الذكر بأنك يا مولانا تذكرنا ولا تنسانا فنحيا بهذه الذكرى بمددك وبعونك وبنظرك اللهم حققنا بأننا من أهل دوام المدد ومن أهل دوام النظر ومن أهل دوام الفتح والبركة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكربنا باليقين في كل وقت وحي